يعتزم نواب وأحزاب في البرلمان الجزائري إطلاق لائحة تدعو إلى تفعيل مقترح قانون تجريم الاستعمار ودفع فرنسا للاحتذار وتقديم تعويضات مادية ومن معنوية للضحايا عن عقود الاستعمار التي عاشها الشعب الجزائري لمدة جاوزت 130 سنة مبادرة لإحياء مشروع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي للجزائر على امتداد 132 عاما تقودها أحزاب وكتل نيابية على رأسها حركة مجتمع السلم حيث أشار رئيس كتلتها بالبرلمان أحمد صدوق خلال منتدى الجزائر إلى أن تفعيل استصدار القانون هو أفضل رد على الاستفزازات الفرنسية المبادرة الفورية لتفعيل مشروع تجريم الاستعمار بالمناسبة هذا ليس كتل أو لتحزب نحن نبسم ب65 نائب لأي جهة تتبنى إضافة إلى سن قانون لتجريم الاستعمار لغة فرنسية هذا مؤلم لفرنسا كتلة حزب جبهة التحرير الوطني ذات الأغلبية النيابية أكدت من جانبها أن مشاورات ستتم الأسبوع المقبل مع بقي الكثل البرلمانية التي تجمع على تفعيل قانون تجريم الاستعمار وأن الأمر سيتم بالتشاور أيضا مع الجهات الحكومية سوف نفتح هذا النقاش مجددا أن يوم الأيام الأسبوع القادمة إن شاء الله سيكون فيه مشاورات على مستوى المجموعة البرلمانية ولكن كذلك على مستويات أعلى على مستويات حزبية وعلى المستوى الحكومي لأنه يجب التفكير بأنه خمس مجموعة برلمانية من أصل المجموعات الستة بموجودة على مستوى المجموعة الشعب الوطني تشكل قاعدة النيابية للحكومة وكان الرئيس الفرنسي إمانوال ماكرون قد أثار غدبا غير مسبوق في الجزائر بسبب تصريحات نقلتها عنه صحيفة لومون والتي شكك فيها في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي تصريحات تاتي وفق متابعين في إطار حملة ماكرون الانتخابية وقبل موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في شهر أبريل من العام المقبل خرجات الرئيس ماكرون حقيقة هي فيها الكثير من الخلفية منها ما هو فرنسي داخلي من خلال إقبال على الانتخابات الرئاسية في الرابع المقبل وأعتقد بأن تصريحات ماكرون هي محاولة لتوجيه الرأي العام الفرنسي عن سياقات فشل داخلية وتبقى قضايا الداكرة والتاريخ وأبرزها ضحايا التفجيرات الدرية والتجارب النووية ومجازر الثامن من ماي 45 حيث راح ضحيتها أكثر من 45 ألف جزائري وضحايا الألغام الفرنسية التي حصدت 7 ألاف شخص بعد استقلال الجزائر إلى جانب الأرشيف الجزائري في فرنسا تعد من الملفات العالقة لحد اليوم تجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر يعاد النقاش بشأنه مجددا واحتمال استصدار قانون برأي المتابعين يبقى واردا هذه المرة على خلاف المحاولات السابقة بالنظر إلى عمق الأزمة غير المسبوقة التي تشهدها العلاقات بين الجزائر وباريس محمد جرادة الحرة الجزائر